اشتركوا في القناة زي ما حكينا تصلح للمحبة والخير والقبول رح يمكث القمر فيها لغاية الساعة 5 و16 دقيقة من صباح اليوم الخميس لا ينتقل بعدها لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء جديد طبعا القمر موجود في الجوزاء في خلوم مسار وبرضو في عنا انتقال لعطارد اللي رح ينتقل ببرج الحوت يعني عندنا مجموعة اشياء وعندنا برضو مجموعة زوايا القمر لما بكون موجود بالجوزاء عادة ننشط باتصالاتنا نشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعد تصديق كل وعد او كلمة وقال وعلينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل طبعا الزوايا البطيئة هي اللي في البداية نذكرها وكل يوم نذكرها لحدث ما تنتهي تأثيراتها اول زاوية هي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين نبتون وهاي طبعا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 17-3 بتجعل البعض بعيش في عالم وهمي من نسج خياله بعيد عن الواقع بتكثر الوساوس وبتكثر الاشياء اللي هي الاحلام الغير واقعية يعني الاحلام اللي هي اضغاث الاحلام والشكوك والامور هاي بدل سياسيا على عدم استقرار على المستوى السياسي في الحكومات وبدل على مشاكل في القطاع البحري وربما غرق بعض السفن او البواخر بزيد نفوض بعض الجماعات المتطرفة المعارضة للحكومة او التعرض لمعض الظواهر البحرية كالفيضانات والطوفان وربما يكون في نوع من انواع تسريب الغاز او احداث الها علاقة بالغاز حوادث تسمم جماعية ممكن وكذلك ارتفاع اسعار النفط اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين الشمس وبين المشتري هاي التأثيرات لغاية يوم عشرة ثلاث بتدفع بحضوضنا بصورة عمي في شتى المجالات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ممتزجة ما بين الزهرة وبين المريخ وهي حكينا انه خليط ما بين السعودة والنحوسة في نفس الوقت بيسود جوعا من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة ولكن اكثر المتضررين هم المتزوجون او اللي عندهم علاقات عاطفية جديدة لسه ما استقرت او فيها مشاكل لانها بتخلق لهم مشاكل عاطفية لها توابع سلبية بالنسبة للحدث اللي حكينا عنه اللي هو انتقال عطارد من الدلو للحوت اللي رح ينتقل يعني في صباح اليوم عشرة ثلاثة ساعة وحدة واثنين وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش رح ينتقل من الدلو للحوت ورح يمكت فيه حتى صباح سبعة وعشرين ثلاثة في العادي طبعا هاي معلومة في العادي انه عطارد دائما بوعد ثلاثة اسابيع في كل برج الا اذا كان بتراجع ولكن المرة هاي بسبب سرعته لانه رح ينتقل بسرعة كبيرة فرح يكون مدة مقوته اللي هي سبعة عشر يوم يعني من عشرة ثلاثة الى سبعة وعشرين ثلاثة هي سبعة عشر يوم يعني رح يختصر اربعة ايام بسبب السرعة الفائقة اللي رح يمشي فيها طبعا خلال الفترة المذكورة اللي هي ما بين عشرة وسبعة وعشرين ثلاثة بيشعروا موليد برج الحوت بقوة الفكر والادراك الجيد للامور بتزداد رغبتهم في المطالعة والدراسة واجراء اتصالاتهم والقيام بسفريات ضرورية بيستفيد معهم موليد الابراج المائية درجة اولى وبعدين الابراج الترابية يعني السرطان العقرب الثور العذراء الجدي هذولا هم اكثر المستفيدين وكل شخص تواجد لا يوم ولا ميلاده يعني في اللحظة اللي انولد فيها كان عطارد موجود في برج الحوت هذولا هم اكثر المستفيدين طيب هسا فيه اشخاص ممكن يسألوا بقولك طب ما هو عطارد اساسا لما بروح على الحوت بيكون في وباله يعني بيكون منتحس فطبعا انا بجاوبهم بقولهم رغم انه عطارد موجود في الحوت ورغم انه هو في وباله ولكن الزوايا اللي رح يشكلها وجوده بالحوت المرة هاي رح يكون سعيد اغلب الشهر يعني اغلب المد اللي رح يمكثها في الحوت ورح يكون سعيد طيب ايش تأثيرات تواجد عطارد في الحوت على جميع الابراج خلينا نشوف برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بيبدأوا الاهتمام بالغيبيات والامور الموارائية امور التاريخ امور الاسرار البحث عن سر معين او عن معلومات مخفية هاي اهم تركيز برج الحمل بيكون بهذه الفترة اما بالنسبة لموليد برج الثور بيميلوا لتبادل الاراء والافكار والتعرف والعلاقات والاجتماعات والعلاقات الاجتماعية ما بينهم وبين الاصدقاء والمعارف ومناسبات ولقاءات وممكن يتعرفوا على اصدقاء جدد او يستعينوا باصدقاء جدد يكونوا داعمين لهم اما بالنسبة لموليد برج الجوزاء افكارهم بتفيدهم في علاقاتهم مع المسؤولين على المستوى الاجتماعي الوسطات الطبقات الراقية المعارف اللي بيكونوا مناصب اه في مجال عمل جديد او اه تقديم مشروع ممكن يكافأوا عليه اه اهم اشي انهم ما يتهوروا اه بعيد عن اي شيء بيشوه سمعتهم بالنسبة لموليد برج السرطان اه اكثر الناس المستفيدون في هذا الموضوع لانهم بينشطوا اه في السفر البعيد الاتصالات البعيدة العلاقات الاجتماعية البعيدة التعرف على ناس خارج البلاد ناس مسافرين برجعوا لارض الوطن اه القضايا القضائية بتصير لصالحهم اكثر اه بنشطوا في الامتحانات الجامعية او الدراسة اكثر او بقدموا امتحاناتوا بتكون لصالحهم بشكل كبير وخصوصا على المستوى الجامعي اما بالنسبة للبرج الاسد اه بتنصب افكارهم حول الامور المالية المشتركة او ضبط امورهم المالية المشتركة اللي بكون في بينهم وبين اشخاص شراكة في هذا المال ممكن يكون قرض ممكن يكون ميراث ممكن يكون استرداد اموال لهم من ضريبة او من تأمين او يسكروا ديون عليهم او يحصلوا اموال اهم قديمة او نوع من انواع الدعم من الزوج او الزوج الى الهم اما بالنسبة لموليد برج العذراء اه هنا بتصير تركيز ما بينهم وبين شركائهم سواء في العمل او في العاطفة بتبادلوا الاراء والافكار وممكن يعززوا اه نقاشاتهم وحواراتهم يصلوا لحلول الوسط او يعني يعلجوا مشاكل قديمة ما بينهم او يصير اتفاق مشترك ما بينهم على فكرة معينة اما بالنسبة لموليد برج الميزان فهنا بتفيدهم ابكارهم مع زملائهم في العمل او عمل جديد او انجاز بعض الاعمال اللي بتكون ضرورية ومهمة كثير يعني كل تفكيرهم بكون في مجال العمل اكثر شيء او اه بحث عن الاشخاص اللي بيعانوا من مرض معين بصيروا يبحثوا عن علاج او او تشخيص لنوعية المرض وبصلوا لنتيجة اكثر ولكن هي على مستوى العمل والعلاقات هي اللي بتفيدهم اكثر شيء بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هنا تركيزهم بصير على مستوى النشاط الادبي الدراسة التعلم اه علاقتهم مع الاولاد التفاهم مع احد الوالدين اه برضو اه لها علاقة بسرعة البديهة والخاطر اه على المستوى العاطفي يعني بتساعدهم افكارهم للتواصل اكثر مع الاحبة اما بالنسبة لموليد برج القوس افكارهم كلهم بتنصب اه حول شؤونهم اللي لها علاقة بالعقارات او بالبيوت او اه او الامور العائلية ممكن شراء بيت او تجارة في امور العلاقة بالعقارات بتفيدهم اكثر الصيانة والترتيب والاجهزة الالكترونية او شراء بعض المعدات المنزلية برضو بهاي الفترة هي اكثر الشي اللي رح يشغلهم اما بالنسبة لموليد برج الجدي فهنا بتنصب افكارهم اه اول اشي المستفيدين بدرجة اولى اللي هم طلاب المدارس الابتدائي والثانوي اذا كان عندهم امتحانات بتكون ممتازة بتزيد سرعة البديهة عندهم او قدرتهم على الحفظ والمطالعة اه برضو اه باهتموا بهواي معينة ممكن يبدعوا فيها بشكل كبير على المستوى الرياضي برضو ممتازة اه ما في منهم ممكن يستفيد على مستوى التسويق او ترويج لسلعة معينة او الاخناع في وجهة نظره لانه هاي الطاقة الكبيرة الموجودة عندهم وفي منهم ممكن يشتري او يستبدل او يعمل صياني لسيارته اه بالفترة القادمة او شراء اجهزة اتصالات ومواصل زي تليفونات او اجهزة كمبيوتر اما بالنسبة لموليد برج الدلو فبتنصب افكارهم حول افضل السبل لكسب المال بتصير عندهم اه روح للمغامرة والمجازفة وبيقدروا يحددوا الاشياء اللي ممكن يستفيدوا منها ماليا بالفترة القادمة ولكن اهم اشي انهم يقللوا من مصاريفهم لانه سهل جدا انهم يبذروا اموالهم اما بالنسبة لموليد برج الحوت فهنا اكثر اشي هم المستفيدون لانهم بيشعروا بقوة الفكر والادراك والقدرة على اتناع الغير باراءهم بينشطوا بالدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات والنقاشات والحوارات يعني على كل المستويات هاي طاقة كبيرة اللي لهم بيستفيدوا منها بالفترة القادمة بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل اليوم اول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وصدقات صباحا بتوقيت جرينيتش يجب توخي الحذر من من يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس ويعني هذه انه القمر بيصير نصف بدر يعني الربع الاول وهذا رح يكون ساعة عشر وخمسة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين زحل وهي رح تكون في تمام الساعة عشر وسبعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتساعدنا على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلق لدينا حس بالشعور بالمسؤولية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون في تمام الساعة اربع واثنين واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيدة عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ ان كله المسار يعني كله المسار رح يبدأ الساعة اربعة واثنين واربعين دقيقة مساء من مساء يوم الخميس اليوم الخميس بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لليوم التالي اللي هو لصباح يوم الجمعة يعني لغاية الساعة سبعة واربعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح يوم الجمعة هذا يعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شي ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الايضافية الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي انابيب الشعب الهوائية الريعتين الوصلات العصبية للمهارة الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل بالنسبة لليوم يوصى باجراء عمليات جراحية ما فيه اي مشاكل يعني رغم انه اطارد بده ينتقل ولكنه هو سعيد بطبيعته فعشان هيك ما فيه اي مشاكل لهذا الموضوع بالنسبة لعمليات التجميل طبعا الان بدأنا في مرحلة انتحاسي كبير الى الزهرة فعشان هيك خلال الفترة القادمة يعني اليوم مناسب لعمليات التجميل ولكن ابتداء من يوم الجمعة بيصير فيه نحوسة اكثر للزهرة وهي بتمنع عمليات التجميل مثل الحقن والجراحة اليوم لا يصلح لازالة الشعر الزائد ولكن يصلح للقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي اما بالنسبة لمطعوم كورونا اليوم مناسب ما فيه اي مشاكل يعني ممكن بعض الآثار بسبب الزوايا اللي بتتشكل يعني باندول او براستيمول يفي بالغرض بالنسبة لعمر القمر عمر القمر ثمان ايام هو القمر المربع طبعا هو ساعة سبعة واربعين دقيقة صباحا بصير تسع ايام نسبة العضاءة خمسين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة هي الان منتحسة بنسبة عشرة في المية يعني وطيلة النهار القمر في الجوزاء حتى يوم 11 ثلاثة منتحس بنسبة عشرة في المية ولكن في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 15 في المية ولا منتصف الليل بزيد اكثر واكثر منتصف الليل يوم الخميس على الجمعة بالنسبة لعطارد في الدلو بدي انتقل للحوت حكينا ورح يمكث في الحوت لغاية يوم 27 ثلاثة سعيد بنسبة 15 في المية الزهرة في الدلو حتى يوم 5 اربعة منتحس الان بنسبة 25 في المية ولكن في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 50 في المية المريخ في الدلو حتى يوم 15 أربعة منتحس بنسبة 15 في المية المشتري في الحوت حتى يوم 10 خمس سعيد بنسبة 10 في المية زحل في الدلو حتى يوم 4 ستة منتحس بنسبة 10 في المية اورانوس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15 في المية نبتن في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% إبلوتو في الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وبتطالعكم فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيء أنه ما تتهربوا منها ممكن يتغير الوضع لصالحكم شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض بتكثر عندكم اليوم الزيارات والتناقلات وممكن تناقشوا موضوع مهم ويكون لصالحكم ولكن بدون عصبية برج الثور بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم والأمور المالية ولكن بدكوا تتجنبوا النفقات قدر الإمكان ممكن تقلق بشأن مصاريف لتصليحات أو لاستخقاق مالي أهم شيء أن تتجنبوا نزوات التسوق وحذروا من تهديد الاستقرار المالي اللي شوي ممكن يزداد بالتقلبات بتنشغلوا بمسائل مالية متنوعة خلال هذا اليوم برج الجوزاء أنتم قادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها وممكن تلمسوا اليوم انفراج وترتفع معنوياتكم بشكل ملحوظ وبتواجه اليوم الواقع بمنطق وعزيمة وممكن تتلقى جواب فهاي الفترة ممكن توضح من خلالها جميع الأمور بانتظارك لقاء لمرحلة جديدة الفترة هاي داعمنا إليك بشكل كبير فعشان هيك لازم تستغلها برج السرطان بنا للتعب منكم لليوم الثاني على التوالي لغاية صباح يوم الخميس صباح يوم الجمعة عشان هيك بظل سلم الأولويات للعمل الضروري هو أهم شيء أنك تنجزوه وانتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم ابتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشعونة بالانفعلات خذ قسط من الراحة لأنه ممكن تعيش لحظات صعبة وحاذر الفشل أو الالتباس أو التراجع الصحي برج الأسد بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا لأصدقاء وهي فترة مناسبة مناسبة جداً لطلب استشارة أو تأييد من أحد الأشخاص للكم أهم شيء أنك يعني تهتم لعملك بشكل كامل خلال فترة هاي دون واسطة أو تدخل أحدهم لأنه ما بناسبك هذا الشيء في هاي الفترة حاول أنك تستشيق أهل الاقتصاص فقط وتطمئن مخاوفك وبتفرح لحملة تأييد أو دعم لقضيتك أهم شيء أنك ما تستسلم بل تفائل بالخير ولكن حاول تنجز كل الأعمال المهمة قبل صباح يوم الجمعة برج العذراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدموا أفضل ما عندكم لعلكم تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ بدك تكون على قدر المسؤولية وما تتردد بطلب رأي أو مساعدة من أي شخص خلي الخجل جانبا الأمور اللي بتمنعك من تدخل أحدهم أو بتحس بالإحراج لأنه الفترة هاي انت بحاجة تعبر عن أراءك بثقة وجراءة وتجنب الكلام القارص برج الميزان طبعا اليوم اللي بيتقدم لامتحان أو عنده مقابلة بده يستعد بشكل جيد ما يعتمد كثير على الحضوض هاي فترة حافلة بالنشاطات بالاتصالات باللقاءات ابحثوا عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما وبتكثر عندكم الانشغالات الإدارية فأهم شي برضو أنك تحذروا من بعض المتاعب الصحية برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وسارعوا لترتيب أوراقكم وملفاتكم لتحتاج لخبرة أحدهم لإنقاذك من ورطة ما أهم شي إنك ما تبقى وحيد وما تتقوقع عن نفسك شارك في كل النشاطات بادر لتصحيح الأخطاء انتبه لأموالك بشكل جيد من بعض المحتالين أو يعني إشيء العلاقة بالوضع المالي برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة وهذه فترة صعبة تثقل خلالها الهموم والمسؤوليات ممكن تعيش لحظات صعبة ومحرجة وبتعاكسك الظروف وممكن تظهر بعض المعاكسات اللي ممكن تكون كبيرة وتعتبر هاي الفترة ضاغطة جدا أهم شي إنك ما تخالف القوانين وما تكون ساخر وما تكون هجومي برج الجديد واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حذروا من تراجع صحي وباكروا لعملكم واتركوا مساحة للغير للتحرك باستطاعتكم حسم الأمور لصالحكم واتخاذ قرارات جريئة إذا كنتوا مستعدين لهذا الشيء للأجواء داعمة ولكن أهم شي تنتبه للعمل والصحة برج الدلو طبعا ما بيتخلى الحظ عنكم ماليا وعاطفيا وبتكثر عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا ممكن تعيشوا فرحة ونجاح اليوم لكنك ممكن تضطر لمساعدة أحد أولادك أو أحبائك وممكن يفاجأك أحدهم بالوقوف لجانبك أحاول أنك تكون شاكر لأله وما تنسى رد الجميل برج الحوت بتنهمكوا بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة وممكن اليوم أنك تخصص وقت مهم لعائلتك وليشونك الخاصة لأن هذا الشيء رح يعزز من طاقتك أكثر أهم إشيء ما تتسرع في الحكم على الأمور والأشخاص ممكن تعاني من سوء تفاهم أو شك أو أشياء تتراود لذهنك تسبب لك نوع من أنواع القلق فعشان هيك حاول أنك تبعد عنها نهائيا وما تخليها في بالك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر